برحب بحضرتكم مرة تانية وعندنا كلام كتير أكيد عن مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دور المجموعات المجموع الأولى طبعا بدوري أبطال أفريقيا المباراة تكون بكرة الساعة 3 العصر كلام كتير مع نجم الأهلي الصابق كابتن أحمد عبد الفتاح اللي منوارني في الستوديو برحب بيك يا كابتن السهل خير وأنا برحب بيك وبرحب جميع مشاهدين نادي الأهلي وإن شاء الله أكون كده أضيف خريفة عليهم النهاردة إن شاء الله أكيد طبعا دايما يا كابتن منوارنا وخليني يبدأ مع حضرتك من يمكن الخبر اللي لسه جاي لي دلوقتي إنه الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني شاهد الاتفاق على إن يكون 25% بس من الجماهير هي اللي موجودة في المباراة يعني بنتكلم في حوالي 15 ألف مشجع أو متفارك في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني عايزة أعرف شايف إزاي فكرة الحضور الجماهيري الكبير بالنسبة لسيمبا التنزاني هيأثر على مجريات اللقاء وإنه إحنا بنتكلم زي ما قلت لحضرتك كده 15 ألف مثلا اللي هيكون متواجد أنا شايف النقطة ممكن تبقى لقطة إيجابية للاعبة النادى الأهلي بقى لهم فترة بلعبوا بلغير جمهور أنا شايف أن دي ممكن حاجة بقى إيجابية لهم فرصة أنهم يلعبوا قدام جمهور دي عايزين لفترة الجاية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله الوباء دايبت عننا إن شاء الله لفترة الجاية وترجع جمهور الملعب المصرية وجمهور النادى اللقاء تتمتع بفرقتها وهتمنى إن شاء الله المباراة بكرة إن شاء الله تكون الموضوع يكون إيجابي لنا مسسلم إن شاء الله إن شاء الله بكرة بقى هنتكلم على المباراة فالنايا أكتر شايفها إزاي أنا شايفة يعني كمية عندهم يعني تحفز كبير قوي للمباراة عارف اللي هو فيه رغبة شديدة جدا للفوز وده طبعا حق مشروع قدام بطل أفريقيا ولكن يمكن كانت تصريحات حتى المتحدث الإعلامي قبلوا المباراة إنه بيشبوها بالحرب مباراة الأهل يوسين بالتنزيل بوسي مباراة النادى الأهل طبعا في أفريقيا أي نادى الأهل بيروح لعب أي فرة في أفريقيا الموضوع بالنسبة لهم بيبقى حاجة كبيرة قوي نادى الأهل تسعة بطولات أفريقيا رقم كبير جدا مش موجود لأي فرقة في أفريقيا نادى الأهل جاي لسه من كاس العالم الأندية عامل نتاج إيجابية تالت العالم فريق سنبا نتاجه برضو أو نتاج المباراة اللي فاتت إنه يكسب فيتا كلاب بره منعبه دي ديته برضو روح جديدة أو ديته عنصر إيجابي إنه هو يقدر يفكر في المكسب ويفكر أنه يتصدر المجموعة كل الحاجات دي مشروعة بالنسبة لهم وبرضو مشروعة بالنسبة لعبة النادى الأهلي المباراة نفسها أكيد صعبة في جو صعب الرطوبة عالية هناك درجة حرارة عالية بس إحنا متأكدين وعارفين لعبة النادى الأهلي طول عمرهم بيقادرين يتغلبوا على الظروف دي زي ما قلنا النادى الأهلي مسافر أو رايح بعد مباراة المريخ ومكسب مريح هنا الأداء أو ما كانش كويس أوه في مباراة المريخ من وجهة نظري أنا نتيجة كبيرة بس أنا شايف أن لعبة النادى الأهلي خلاص متمرسين أو عندهم الخبرة بيعملوا إزاي في دور المجموعات بالزاد بس كان عودة من كاس العالم يا كابتن وإرهاق وبتلاعي بعد حلف بارني مينغ في فالميروس فإنه يبقى فعلا الأداء ده بالنتيجة دي في المريخ متعالي كان مرضي بشكل كبير طبعا مرضي جدا النتيجة في ظل الإجهاد الكبير بعد الرجوع بعد تالت كاس عالم دي طبعا نتيجة إيجابية كويسة جدا أنا شايف أن المباراة اللي جاية بقى اللي هو بكرة إن شاء الله هتبقى أصعب فرقة كسبة بارة ملعبها معهم مدرب بلجيكي عنده خبرة عن الدور المصري ولعبة المصري لأنه كان ماسك نادي الجيشة بلكده عنده خبرة عن لعبة النادى الأهلي واحد واحد وإحنا رايحين عندنا برضو غيابات شوية زجان حسين الشحات عندنا مشكلة برضو في حتة الجيلة شوية هتأثر؟ طبعا حسين الشحات ولد سليمان ممكن أي من أشرة في رجع المباراة دي شايف أن برضو يعني طبعا أي لعيب مؤثر شايف أنه ممكن بس مع لعبة النادى الأهلي إن شاء الله قادرين إن شاء الله يعملوا نتيجة إيجابية بكرة بإذن الله شفت إزاي المستوى الفني لمحمود وحيد وشفت قدر إن هو يعود غياب علي معلول بالنسبة له قصة محمود من اللعبة المميزة جدا ومسان النادى الأهلي لما يختاروا من المقصة محمود عنده حاجة إيجابية حلوة جدا بيلعب بك شماله وبيلعب جناح فدي دي بتدي ارتحية للمدير الفني إنه يحتاجه في أي مركز من المراكز وممكن ارتحية كمان حتى ممكن يعمل تغيير جوه الملعب بتقلل عدد التغييرات شوية لكن محمود وحيد من اللعبة المميزة جدا قدر مع فترة الغياب اللي هو كان غيابها لفترة اللي فاتت ما كانش موجود لأن علي معلوله على طول موجود كأساسي لكن أنا شايف ما بينش الجمهور النادي الأهلي خالص أو إحساسنا إنه هو بعيد عن الملعب قد مباراة جيدة جدا أتمنى له إن شاء الله التوفيق إنه هو يكون عمده الاستمرارية على الأقل يكون موجود وما نفكرش في كل مباراة العافة نقلق بوجود محمود وحيد لأنه فعلا من اللعبة المميزة جدا إيه يا كابتن أوجه الاختلاف بين وقت المباراة الأفريقية وقت تجيه لحضرتك ودلوقتي يعني بتكلم على تحديات كتير ممكن كانت بتقابلكو السفر الإقامة التقس المناخ الشديد ده إحنا نتكلم على درجة حرارة عالية جدا دلوقتي في تنزانيا كنتم بتتعاملوا مع ده إزاي أو إيه الفرق الأول بين وقتها وقت تجيه لحضرتك ودلوقتي بصير موضوع مختلف تماما أولا إعلاميا أولا كمان وموضوع الإعلام دلوقتي بيجيب حاجات كرة جدا في ساقية سفرية للنادي الأهلي دلوقتي فيه قناة للنادي الأهلي كمان بتجيب كل حاجة بتطمن جمهور النادي الأهلي على البعثة بتطمن خطوة بخطوة اللعيبة كل حاجة دي حاجة أول حاجة موضوع الإعلام تاني حاجة لا طبعا موضوع مختلف تماما طبيعة الجمهور كمان اختلفت الجمهور الأفريقي بقى أهدى شوية من جمهور أفريقيا الزمان يعني أنا لعبت مثلا المباراة اللي أفتكرها لنهاية أفريقيا 93 مع أفريقيا سبور كان مباراة صعبة جدا الجمهور صعبة جدا واحد صفر هناك محمد عبدالجلي واحد واحد هناك وكسبنا واحد صفر هنا هدف عدل أبر رحمن من ضربة جزاء من الفرق اللي صعبة جدا أفريقيا سبور في الوقت ده التقوص بقى المباراة والجو الحر والتقوص بتاعت الجمهور نفسها وانت داخل على الملعب وازاي بيخوفوك وازاي يكون مثلا خنزير مدبوح تحت رجليكي ودم لا موضوع مختلف تماما دلوقتي الصعب اللي أنا شايف صعبة في الجمهور جمهور المغرب العربي شوية إذا كان فرق المغرب إذا كان فرق الجزائر إذا كان فرق التونس لكن غير فرق أفريق ما شوهوا إيه موضوع الخنزير مدبوح ده هم بيتفقلوا إن هم يعني عملوا كده زي كان بقولوا أعمال في سحر يعني الموضوع مش بكده بحرب نفسي على اللعيبة بحطك تحت ضغط نفسي إن كنت تشوف منظر زي ده تقلق الحاجات دي كنت قد تحارب نفسي كنت بتتعامل وقتها قد تتعامل زي ده لا إحنا طبعا لعبة النادي الأهلي الخبرات إحنا كنا صغيرين لسه أنا مثلا وكابتوريد صلاح الدين وكابتن هادي خشبه كنا صغيرين لا يبقى الكبار بتاخد بأيدينا ومتعودين على الحاجات دي كان يقولون لا ما تقلقوش ما فيش حاجة كابتن أحمد شبير طبعا كابتن فرقة في الوقت ده ما تقلقوش ما فيش حاجة وقرب يطمنونه وعادي بالموضوع دي بتعدي وأنا برضو شفت التجربة دي الموسم اللي فات كنت ماسك الهلال السوداني مع كابتن حمرا صدي ولعبنا طبعا مباراتين كانوا صعب جدا مع النجم الساحلي في تونس وديرنا نكسب النجم الساحلي وده كان أول فريق السوداني يكسب فريق تونسي في أفريقيا في تونس فعشت برضو الأجواء مع فرقة تونس كمدرب برضو بتبقى أجواء صعبة جدا في حماس كبير هو ده المختلف ده وقت عن الجمهور كان جمهور أفريقيا الأول صعب إذ كان مغرب إذ كان الجزائر إذ كان تونس أفريقيا بقى دلوقتي الناس بصراحة أنا شايف التعامل بقى جيد جدا الإقامة نفسها يعني الفنادي اختلفت تماما جدا لا كان جل نحن ووقتنا نحن كان القتلات كتح برضو على قد المستوى مش زايد دلوقتي شايف الاهتمام نفسه في البطولة كالاتحاد الأفريقي بقى فيه اهتمام كبير جدا من اتحاد الأفريقي للبطولة بقى فيها جواز مادية الموضوع اختلف طبعا عن جل نحن من الفروقات كمان يا كابتن اعتقد حضرتك اتكلمت على الإعلام وندرواتي قدقية الإعلام وقناة نادي الأهلي بتعرف جماهير الأهلي بكل حاجة بتحصل تقريبا في البعثة كمان السوشيال ميديا السوشيال ميديا على وقتكم تقريبا ما كانش فيه فيسبوك وتواتر وأخبار اللعيبة تبقى على طول معروفة والانتقادات والإشادات كمان فأنا عايز أعرف بقى من وجهة نظرك ده كان أريح إن ما فيش سوشيال ميديا ولا دلوقتي لا أفضل هي برضو بتنجم لعيبة كتير وفرقة كتير هي موضوع لي حاجات سلبية وحاجات إيجابية هي الإيجابية إنه هو بينجم اللعيبة وخلي ناس كلها تعرف كل اللعيبة وكل خطواتهم وكل حياتهم السلبي إنه هي بتقلل التركيز شوية يعني مثلا لو لعيب كنا احنا مثلا ما كانتش الحاجات الإعلامية دي كانت بعيدة عننا خالص فده بيدي حالة من التركيز أقوى من دلوقتي بس أنا عارف إن اللعيبة النادي الأهلي أو كإدارة النادي الأهلي أو كابتن حسايد عبد حفيسكس كمدير كورة بيعزلوا اللعيبة خالص عن كل الحاجات دي عندنا مباراة مهمة بيشيروا نفسهم خالص وبيعيدوا عن الضغط اللي هو اللي بتحطي تعرف السوشيال ميديا بس أي حد يا كابتن أنا عايز أعرف برضو وجهة نظرك أي حد بيقرأ على نفسه تعليقات سلبية كتير بزبط بزبط تتعيبه ولا في ناس تقولك تفرق من شخصيات الشخصية بس أنا مت هيألي يعني إنه أي حد يشوف على نفسه كلام كتير وانتقادات وحشة هيتدايق مهام كانت شخصياته قوي طبعاً أكيد طبعاً يعني الحملة اللي حصلت الفترة اللي فاتت على مروان محسن أكيد مروان لما بيشوف الكلام ده أكيد ما تحسنينيش اللي حتى لو إيه مروان اللعيب جايد جداً ولعيب كبير جداً وكل المدربين يمكن أجمعوا أجمعوا أنه هو لعيب مهم جداً في النادي الأهلي فيه لعيب أش الجمهور حاسس به دوره إيجابي جداً المدرب هو اللي حاسب الدور ده فالسوشال ميديا سعب تبقى بتعمل دور سلبي جداً على اللعيبة حتى من جمهور النادي الأهلي يعني ساعات جمهور النادي الأهلي مفروض يبقى خلف مثلاً مروان أو أي لعيب بيبقى عليه ضغط شوية لازم إحنا ده دورنا إحنا كجمهور النادي الأهلي أو كلعب النادي الأهلي أو كالإعلام النادي الأهلي نحن نقف وراء أي لعب يحس أنه فيه هجمة عليه أو هجوم شرس عليه لكن مروان أنا بقول له من خلال شاشة النادي الأهلي مروان من لعبة جيدة جداً من أحسن المهاجمين الموجودين دلوقتي في مصر طيب إحنا عندنا طبعاً كلام كتير لسه مع كابتن أحمد عبد الفتاح بس بعد الفاصل مبراحب بحضراتكم مرة تانية ولسه منوارني كابتن أحمد عبد الفتاح ونتكلم فنان بقى على مباراة سيمبا بكرة عايز أسألك على التشكيل المتوقع من وجهة نظرك أو لو أنت مكان موسيماني هتلعب إزاي التشكيل بتاع بكر طبعاً هو برضو عنده مشاكل شوية في الغيابات إذا كان معلول إذا كان مثلاً بيفكر إحسن الشحات مرضو بس التشكيل المتوقع فيه طبعاً الشناوي محمد هاني ياسر إبراهيم بدر بنون ناحية الشمال بقى هتكون بقى فيه بقى فكرة بين أيمن أشرف وجهزيته إيه ومحمود وحيد أياً كان يعني وجودهم مستر موسيماني بقى يشوف الأفضلية المين نص الملعب الأقرب أليو ديانج والسولية قدامهم أفشة بيلعب ثلاثة قدام ناحية اليمين أجاية اللي هو أجاد في المباراة الأولية كجناح واجهين مش من على طول أنه يلعب في المكان ده ووتربوليا كمهاجم وناحية الشمال كهرباء يعني برضو مش هتنزل محمد شريف أما لو أقولك في الفاصل نزل محمد شريف أنا لو أنا وجهة نظر أنا يعني خلاص ووتربوليا كان بعيد عن الأهداف بدأ يجيب جون لسه خلاص خد السقة خلاص معاً دلوقتي خلاص تديله تاني بقى وتالت خلاص خد السقة طبعاً كان مهم جداً إحنا معنا يمكن دلوقتي بنعرض للتشكيل المتوقع أنه ممكن يلعب به بنسبة كبيرة موسيماني في مباراة بكرة مع بعض التغييرات يعني ممكن حمد فتحي مثلاً يخش وكانه اقترب مكان ديانج وجهة نظر هيشوف بكرة ممكن يغير الطريقة خلاص ولعب ثلاث دفندرات ديانج وحمد فتحي والسولية ويتنازل عن أفشا في المباراة دي وجهات نظر يعني كله احتياجات هو إيه بس أنا شايف أن أفشا دوره مهم جداً صعب أن أي مدير فني يستغنى عنه الفترة دي من أكتر اللعيبة اللي شايف أن مستواها ثابت الفترة دي أو الفترة اللي فاتت مع نادي الأهلي اللي ما بتبقاش الآن عليها وهي نازلة أي مباراة اللي هو عارف أنه ده مستواها ثابت مش يوم ويوم مش مباراة ومباراة طبعاً أول واحد طبعاً محمد الشنوي حرس على الععلى مستوى بقى له ما شاء الله سنتين على هذا المستوى بقى رقم واحد في مصر وفي أفريقيا ومن حراس المرمى اللي أنا شايف أنه عالمين دلوقتي بعدي بيجي أيمن أشرف أيمن أشرف بخلال الفترة اللي فاتت مقادي مردود جايد جداً لفارة النادي الأهلي ولجمهير النادي الأهلي بقت عندهم سخة جداً في وجود أيمن أشرف كمدافع جنب بدر بنون شايلين خط الظهر بمعنى يعني لعابة الكورة يخش بعديهم السلية برضو من اللعابة الجيدة جداً وحمد فاتحي برضو ظهر بمستوى جايد جداً في الفترات كتيرة من المتشطة اللي فاتت في كاس العالم الأندية هو موضوع أقرب الناس اللي هم مستوى مسابطة الفترة اللي فاتت شفت إزاي المجهود البدني المبزول يا كابتن الفترة اللي فاتت من الجهاز الفني طبعاً مع اللاعبين احنا بنتكلم على فوقت قليل قوي كان فيه مباراة في كاس العالم الأندية مع الدحيل القطري وبعد ذيها مع بارن ميونيخ أبطال أوروبا وبعد ذيها على طول طبعاً بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وتدخل على طول مع المريخ وبعدين السيمبا يعني تتكلم عن أنت لعبت يعني القرارات كلها أندهت القرارات كلها فوات قليل قوي أسيا أوروبا وأمريكا وأفريقيا شفت إزاي بقى أنه اللاعبة فعلاً خلال التسعين ذيها أو السبع وتسعين ذيها في المباراة اللي فاتت الحمد لله ما شاء الله يعني كانوا بيقدوا بشكل كويس جداً ووقفين على رجاليهم كويس قوي في المباراة وفي الملع مصري ده حل لعبة النادي الأهي دايماً على مدار الأجيال بيخلص بطولة؟ خلاص مهما كان البطولة دي واخد البطولة خد بطولة أفريقيا على طول بيفصل وعنده هدف تاني بيعرف يحول نفسه بيعرف كجهاز فني كإدارة كلاعيبة على طول بيدخلوا نفسهم في البطولة اللي بعد كده دخلوا نفسهم في المباراة اللي بعد كده والهدف الجديد أو البطولة الجديدة فده معروف عن لعبة النادي الأهي دايماً إذا كان مثلاً مكسب خلاص خدنا البطولة فرحنا عندنا بطولة مهمة تانية عندنا البطولة العشرة نفكر فيها على طول خلص مباراة خش على المباراة اللي بعدها بزبط حتى لو في سوء نتيجة أو مباراة ما حصلش فيها مكسب على طول برضو بيعرفوا يخرجوا نفسهم على طول بيخشوا على المباراة اللي بعدها ده حل لعبة النادي الأهلي دايماً دي ناحية البدنية ناحية النفسية النفسية أه عايزة بقى سألك عن نفسية لأنه باعتبار حضرتك دبعاً مدرب ودربت أن ديه كبيرة جداً شفت إزاي بقى تعامل المسلماني من ناحية النفسية دي مع اللعيبة وإنما بيسيبش أي حاجة للظروف يعني دايماً مع اللعيبة نفسية دلوقتي أي جهاز فني دلوقتي خلاص مع معد بدني أكيد عمل دراسات كبيرة جداً وعنده من الدراسات أو الخبرة أنه هو يوصل اللعيب حتى في وسط كل 3 مثلاً مباراة 3 أيام مباراة أو كل 4 أيام بيعرف يرجع اللعيبة بسرعة بيعرف يدخل اللعيبة للمباراة اللي بعد كده بدنياً أعلى فأنا شايف أن الحاجة دي خلاص بقت في مصر وفي أوروبا الحاجات دي بقت حاجة عادية جداً فطبعاً دي برضو بنشيد بيها مدرب مخطة الأحمال بتاع النادي الأهلي اللي هو الجهاز المعاون لمستر المسلماني على مستوى جيد جداً مدرب الأحمال كابيلو كابيلو طبعاً على مستوى جيد جداً طبعاً منشيد بيه وليتمنى التوفيق إن شاء الله للجهاز الفني كله يعني هذا مرضو كابتن سامي أمصان عمل دور مهم جداً برضو مع مستر المسلماني طبعاً الوصل بينه من اللعيبة بيعرف يوصل برضو لو فيه مشكلة لو فيه حاجة بصي دور المساعد ده مهم جداً ساعات المدير الفني بيقصوا على العيب معين ده دور بقى كابتن سامي أمصان بياخدوا اللعيب ويهديه وفيش مشكلة وهي ده دور المساعد ودور المساعدين كله غير كمان يا كابتن أحمد مجلس الإدارة دور مجلس الإدارة وطبعاً كابتن محمود الخطيب وأنه الفترة الفاتت مش بس أي باسة بيكون موجود حتى لو مش موجود مثلاً في مباراة تنزانيا في اتصال دائم يعني مع طبعاً الجهاز الفني على طول بيتطمن على الفريق على طول بيشوف لو فيه أي حاجة نقصاهم ودايماً يعني فيه دعم نفسي قوي جداً من كابتن محمود الخطيب مرسي طبعاً كابتن الخطيب محدش عقول كلمة عليه فيه دعم طبعاً غير إذا كان دعم النفسي طبعاً دعم الفريق والصفقات اللي بيجيبها بتخلي شكل الفريق مختلف في آخر الصفقات مثلاً لو كلمنا على بوليا أو كلمنا على بدر بنون من مدفعين الجديدين جداً اللي حصل كلام كتير جداً في الشرع المصري إيه بدر بنون إيه بدر بنون لحد فعلاً الناس شافت بدر بنون ده العيب جايد إزاي وأتمنى إن شاء الله بوتر بوليا يثبت يثبت للناس برضو إزاي إن الصفقة دي صفقة جايدة ومجلس الإدارة إزاي يكون عنده القرار الصح إنه جاب بوتر بوليا زي ما كانت قرار الصح وجاب مصر مسميني أكيد شايف إنه بعد الهدف اللي قدر يجيبه في المباراة اللي فاتت هيفرق معاه الفترة اللي جاي يعني يتوقعتك أنت إنه خلاص كده وولتر بوليا خد الصفقة ويقدر الفترة اللي جاي نشوف بقى فاكر فترة فلافيو بزرط قعد فترة كده وبعدين شفنا يعني من أعظم الهدفين أي مهاجم بتقابله فترة سوء توفيق وفترة توفيق والنقلة نفسها لبوليا من نادي الجونة للنادي الأهلي دي نقلة كبيرة جدا دي مثلا يعني برضو بوليا لما بيلعف الجونة عنده في البلد بيلعف الجونة النقلا نفسها بيلعف بطل أفريقيا الموضوع نفسه تلاقي البلد كلها عنده إيه اللي حصل لنادي الأهلي بيحتاج وقتي شوية إنه يعني يركز ويدق آه أنا بلعف في نادي لأ يصدق فإنه هو عايز يصدق إن هو بلعب في النادي الأهلي دلوقتي. لكن هو العيب جايت جداً. والهدف ده هيدي له ثقة طبعاً. لأنه طبعاً هو عايز يثبت إنه هو ده كله ضغط عصبي على اللاعب. لأنه برضو بيوصل له السوشال ميديا. أتفتكر إن السوشال ميديا ما توصلوهش. بقى فيه ناس من بلده بتوصله. الناس بتهاجم الصفقة دي. الناس بتهاجم وجودك في النادي الأهلي. وهو الهدف ده هيدي له ثقة شوية. يرتاح شوية. يبدأ ليقدي أحسن. لكن أنا شايفه كمهاجم. لأ مهاجم جايت جداً. وأنا شفته هو في الجونة كمان. مش في النادي الأهلي. بس لأ في الجونة. مهاجم جايت جداً. بالنسبة للسوشال ميديا كابتن. كنت عايزة أقولك برضو إنه يعني الانتقادات مش غلط. وبالعكس دايماً بقولك يا من حق أي حد من الجمهير ينتقد أي لعب فنياً. بس دايماً لما الموضوع بيدخل في حتة التجريح. وإنه تقول كلام يهين اللاعب دا أو الشخص دا وأهله وعيلته ويشوفوا الكلام دا حاجة مدمرة نفسياً. أكيد برضو أنا حتى الحتة الفنية دي برضو يعني أنا كجمهور النادي الأهلي أنا صعب أول أن أهاجم لعب عندي في النادي الأهلي. أتمنى له التوفيق. أتمنى له أقول لازم يركز شوية. بصي حتى في كلام كده ممكن يتقال. لكن في تجريح بيتقال صعب جداً. أي لعب يقبله. ويقبله كمان من مين؟ من جمهور اللي هو بيحبه جمهور النادي بتاعه. في كلام تاني يا لأ يا مرعون معلش مثلاً نركز شوية. يا صلاح مثلاً لا لأ حاول تهتم شوية. يا ناصر مثلاً لا معلش أنت لازم الإصابات كده يعني. في حاجات كتيرة إيجابية. لكن في حاجات تانية تبقى صعب شوية في الكلام. كابتن بأنك يعني نجمي من نجوم النادي الأهلي. عايزة أسألك برضو. فكرة لما بنتكلم على تي شيرت الفانيلا الحمرى وتي شيرت النادي الأهلي. وأن هي شخصية تانية خالص. وأنه مش أي حد لبسها ومش مقاس أي حد. أنا بشوف مثلاً كتير طبعاً. كل جمهور النادي الأهلي بتشوف أنه ده مش كلام ديم الشعرات. يعني ما فيش شك واحد في الجملة دي. شفنا لعيبة كتير قوي. كانت في نادي غير النادي الأهلي. لما جات النادي الأهلي مستوى خطأ. يعني وهي في نادي تاني بتشوف قد هي لعب كويس لمستقبل. وإلا ما كانش هيجي النادي الأهلي. بس لما بيجي النادي الأهلي بتشوف حاجة تانية. تؤلف الشخصية. تؤلف الملعب. على المستوى الفني. على المستوى النفسي. والعكس صحيح. فيه لعيبة بعد ما مشيت من النادي الأهلي اتطفت. لذب. أنت كلاعب لعبت لنادي الأهلي. شايف ده إزاي واحد من ولاد النادي الأهلي. بص هو ببعض. ضغط على اللاعب نفسه. إزاي يتحمل الدخوت. أول ضغط الجماهير. ضغط إعلامي. إزاي يتحمل ضغط المبارات نفسها. وراء بعض. إزاي يتحمل نظام النادي الأهلي. خلي بالك من نقطة دي مهمة جدا. في أندية كتير جدا. ما فيهش نظام زي نظام النادي الأهلي. ما بيستحملش نظام النادي الأهلي. فيه لعيبة كتير جدا. آه بتنجح في أندية تانية. وتيجي تلاقي نظام النادي الأهلي صعب شوية. عايزين دلع شوية. متعودين هم بدلع في أنديةهم. ما احترامي طبعا لأنديةهم طبعا. مش هنجيب سرية أندية إيه. لكن بيجي في النادي الأهلي. بيلاقي موضوع مختلف تماما. هل هو بقى هينجح مع الكلام ده؟ هل هينجح مع النظام ده؟ هل هينجح مع الضغط العصب اللي. فيه مثلا لعيبة بتبقى. يعني زي أوتر بلاي بيلعب في الجونة. الجونة ملهاش جمهور. ما تحطش تحت الضغط ده. لكن جيه النادي الأهلي. ضغط. بيتكلم في 50-60 مليون. ضغطين حاسس أن كلام الـ 50-60 مليون بيضغطوا عليه. بيوصلوا الكلام ده. الموضوع أصعب. فمين بقى يستحمل كده؟ ومين يقدر يتغلب على كل الصعوبات دي. ويقدر ينجح. ومين ما يقدرش؟ هو ده الفرق بين اللاعب اللي بيوصل يلعب في الأدية كبيرة. واللعيب اللي بيفضل في الأدية الصغيرة. ويكمل حياته كلها في الأدية الصغيرة. مهم أن الجماهير ترجع لمدرجات قريب. أتمنى جداً بصراحة يعني بصي فيه لعيبة كتير جداً أداء هيتغير جداً مع المهور. أنا بأسألك عشان كده. آه آه لا طبعاً. فيه لعيبة فيه ناس بتستمد تستمد الحماس. تستمدوا الروح. هتلاقيهم بيبتكروا في لعبوهم. هتلاقيهم أفضل مع الجمهور. وفيه على فكرة. وفيه لعيبة تانية هتبقى أقل. آه ما أنا عايزة بأسألك على ده. اللعيبة اللي ما تعودتش على الجمهور وصوت هتاف الجماهير في الملعب. ممكن ده يأثر عليها يبقى فيه رهبة شوية وما بيلعبوا ولا مش وارد. بصي إحنا لو كلمنا على الجيل ده هتلاقي معظم الجيل ده 80-70-80% بقى لهم مثلاً بيتكلم من 2011 موضوع الجمهور ده 2012 كده بقنا بتاع 7-8 سنين. يعني معظم الجيل ده ملعبش تحت ضغط جمهوري غير في بعض المبارات. إذا كان مثلاً مع المنتخب بعض المبارات الأفريقية لكن دايماً لا فيه لعيبة بقى هل هتستحمل الضغط الجمهور ده؟ هل فيه لعيبة مش هتستحمل؟ ده اللي هيبن إن شاء الله بس أتمنى إن شاء الله بس دورت يا كابتن ممكن لعب كورة يبقى بيلعب مرتاح أكتر إنه مفيش جماهير بتحفزه وبتشجعه أو مرتاح ما الضغط؟ متعاود. لو متعاود على الجمهور ومتعاود على أنا آسف يعني فيه لعيبة بتسمع شتيمة الجمهور عادي جداً ومعندهاش مشكلة. دلوقتي اللعبة دي لو حصل كده ممكن الموضوع بمختلف بالنسبة له تماماً ممكن فيه رد فعلي مش كويس لأنه مش بتعاود لكن إحنا أيامنا إحنا لا كان فيه كده وكان جمهور كل المباريات وفيش جمهور في التمرين إحنا كان في أوقات من أوقات الملعب التمرين مليان الملعب التيتش مليان كل يوم كل يوم تمرين الجمهور مليل ملعب فأتمنى إن شاء الله بس يعني إيه الجمهور يرجع وإن شاء الله وتشكله مختلف تماماً كنت بكلامك على التحديات بتاعة بطولات الأفريقية وقت حضرتك والوقت دلوقتي بشكل عام الكرة بشكل عام التحديات اللي كانت بتوجهكو كجيل يعني في لعيبة النازل الأهلي أو في الكرة المصرية بشكل عام كان فيه إيه تاني غير موضوع الإقامة الصفر الإعلام الجيل بتاعنا حصل له مشكلة شوية يعني حظنا وحش فيها شوية إحنا بعد بطولة 93 البطولة دي كان حصل فيها مشاكل كبيرة جداً قابلة النادي الأهلي في بطولة 93 والبطولة اللي قابليها مشاكل تحكمية خلت قرار كابتن صالح سنين في الوقت ده إن هو عدم مشاركة النادي الأهلي في بطولة أفريقيا فالجيل ده تظلم شوية لغاية مثلاً مش عارف 98 ولا 99 لغاية ما النادي الأهلي خد قرار إن هو يرجع في بطولة أفريقيا وكان الأهلي برضو كان موقوف الفترة دي نادي الأهلي فإحنا الفترة دي اتبدلت بالبطولة العربية سنة 95 اتعاملت في مصر ودرنا نكسبها وبطولة عربية تانية السنة اللي بعدها اتعاملت في تونس بس ما وفقناش فيها لكن الجيل ده لو كان موجود الجيل بتاعنا تظلم في سنة سبعة سنين ما لعبش بين بطولة أفريقيا دي من الحاجات السلبيات اللي قبلتنا أحنا في الجيل ده في النادي الأهلي زي طبعا دلوقتي كاس عالم الأندية بتاخد البطولة تطلع كاس عالم الأندية طبعا طبعا دي أكبر تكريم لأي فرقة بيبقى موضوع حلو جداً كنا نتمنى نعيش الجو ده بس تعيشنا طبعا مع اللعيبة كان جمهور وكان محبي للنادي الأهلي فأتمنى إن شاء الله في النادي الأهلي دايما في بطولة كاس عالم الأندية وإن شاء الله نعيش قريب إنجاز العشرة مع العيبة تاني وبشكر حضرتك جدا يا كابتن أحمد عبد الفتاح أن كنت معي النهاردة شكر جدا شكرا لحضرتك وشكرا لحضرتكم على المتابعة بكرة مباراة الأهلي وسين بقى سنزاني ساعة ثلاثة العصر يمكن هم بيتسلحوا بالجمهور في الملعب ولكن احنا كمان بندعم فريقنا جدا وكلنا دعم حتى ولو على السوشيال ميديا كلنا في ظهر الفريق وإن شاء الله يكون النادي الأهلي يرجع بنتيجة إيجابية وأداء مشرف جدا زي معاودنا شكرا لحضرتكم على المتابعة